طيب مباراة بكرة بها العديد من الصعوبات توقيت الإصابات الكتيرة اللي جاي بها من النادي الأهلي الإجهاد طبيعة الملعب نفسه وقت المباراة حاجات كتيرة جدا هل دي هتؤثر بشكل سلبي؟ أكيد أكيد هتأثر أكيد زي ما أثرت في ملعب الهلال ملعب الهلال طبيعته ملعب صعب جدا درجة حرارة رطوبة عالية جدا كنت رسا أقول لك كابتن سامة من المسلمين كنت أنا مدرب لنادي الهلال مع كابتن حماد صدقي الطبيعة هناك صعبة جدا الملعب حتى يسمينه المكبرة المكبرة لأن لأي فرقة بتروح هناك بتبقى الأمور بالنسبة له صعبة جدا في اللعب على الملعب أردت الملعب نفسها صعبة جدا كابتن سامة تستطيع وإحنا بتتمرن يعني تقولي فعلا اللعبها هم متعودين عليها أردت الملعب صعبة جدا لعبت النادي الأهلي كان صعبة عليها جدا كانت محتاجة وقت طويل أنها تأخذ على الملعب ده أسوان برضو كذلك أنت بتلعب في نفس الطايم أنت موسم من ساعة بداية الموسم وأنت معظم مباراتك بتلعب إما الساعة سبعة إما الساعة اتناشر الساعة تسعة لكن عمرك ملعبت الساعة ثلاثة دي ده ملعب أسوان يعني ده ملعب أسوان أريم من ملعب التمرين بتاع النادي الأهلي لكن هي درجة حرارة الرطوبة هتوب عالية الجاي من مباراة صعبة وإجهاد مباراة هلال أحسن من أنت تلعب في الصيف برضو يا كابتن بنيو أكيد طبعا لما تخص في شهر أربعة أو شهر خمسة طبعا الموضوع صعب جدا بس برضو درجة حرارة عالية برضو كابتن السلام بس أحسن من الصيف أكيد أنا شخصيا لما كنت روح ألعب أسوان أحب ألعب أسوان في شهر واحد اتنين ثلاثة أكيد قبل ما تخص بقى الأربعة أو خمسة بقى خمطش مثلا نهاية الدوري الموضوع صعبة جدا هم طبعا متعودين يتمرونوا في نفس الطايم ده فأتمنى إن شاء الله نادي الأهلي تتغلب على كل الأمور دي إنت عندك خلاص بقى إحنا أفلنا صفحة بطوط أفريقيا عندنا دوري اللي إحنا بنفكر فيه دلوقتي جميل النادي الأهلي بتفكر في الدوري اللي إحنا بعد عننا بقاله سنتين مفيش قدامنا غير إن شاء الله الفوز بالدوري السنة دي فاللعيبة عارفة كده كويس وأكيد كابتن سيد عبد حفيز قعد مع اللعيبة وقدر خلال يومين تلاتة دولاي يرجع تركيزهم تاني واللو من حدنا بطولة مهمة إن شاء الله نركز فيها ومورة مهمة جدا هتمنى إن شاء الله النادي الأهلي قد المباراة على مستوى قليل كيف ترى المواجهة ما بين كلر وأيمن الرمادي؟ أيمن شاطر كابتن أيمن الرمادي شاطر رجل سي بي بتاعه حتى في الإمارات لما تابعه كابتن إسلام ما شاء الله أولا خليط من العلم والتاكتك يعني هو دارس وعمل دراسات كويسة جدا شغله في الملعب جاي مجموعة من اللعبة مش هقول هو اللي جاي من المجموعة اللي عيبة وجيه لأ اللعبة دي كابتن ربيع السين هو وحيس المعربي هم اللي كونوا الفرقة دي لكن هو جاي مسك الفرقة لكن قابل بعض المشاكل اللي هو كان نفسه في تدعمات أفضل من كده لكن هو معرفش طبعا أسوان طبيعة الإمكانات المادية ضعيفة عندهم لكن رجل قدر يشتغل بالقمشة اللي معاه قدر يدعم بمجموعة من اللعبة في ينار لسه مش في نهمش لأنه طبعا ده تاني موتش دي في الدور التاني اللي هو لعب أول مبارة مع الاتحاد وخسر لكن هو عنده مجموعة من اللعبة مميزة جدا عنده فرود مثلا كاموني ده فرود كويس جدا عنده رفايل في نص الملعب ديفندر لعيب كرة كويس جدا لسه كنت حروح لك أهم نقاط القوة بقى في فريق أسوان ونقاط الضعفة بقى أكيد فهو عنده مجموعة من اللعبة خبرات برضو زي أحمد حمودي كان لعيب في النادي الأهلي عنده حمد حمد الزاكي برضو باللعبة اللي عامل مسم السنة دي جيد جدا ففرود أسوان لأ عندهم مجموعة من اللعبة اللي عندهم خبرات في الدور الممتاز عايزين يعملوا حاجة حلم طبعا معهم جماهير قوي جدا شفت مباراة الزمالك مباراة اللي قبل كده إزاي بيدعموا الفرقة وإزاي وراها وإزاي بيشجعوها فدي هتبعوا مباراة بالنسبة لنا إن شاء الله بس عارف أن الجمهور الأسوان وجمهور الصعيد معظمهم أهلوية فهتلاقي إن شاء الله المباراة بكرة إن شاء الله فيها آه فيها كل واحد عنده دافع إن هو يكسب لكن هتلاقي إن شاء الله المباراة ويكسب إذن الله بين الجانبين كابتن أحمد يعني وإحنا عاديم بالفرقة بصين على مجموعة اللعبين اللي موجودين القندوسي هل تفتكر إن هو قد يكون له دور في هذه المباراة بما إنه لسه قد لسه جاي بس كابتن سلام كولر برضو هو اللي في المطبخ وهو اللي عارف آآ القندوسي يدخله إمتها لي أي لعيب جديد بيبدأ يدخله شوية بشوية آآ يعني ممكن يفكر أوده له ماتشرفات جزء ممكن وارد في ظل إن هو دلوقتي اللعيبة المجهدة في ظل الإصابات إن هو بقاش عنده حل غير إن هو يلعب زي ما حصل مثلاً في مرات الزمالك مكانش عندنا حل لإنا خارد عبد الفتاح في الملعب طوارد جداً إنك تلاقي لعيبة ممكنش تتوقع أن يتو موجود لكن إحنا عارفين لعبة النادي الأهلي أي حد متواجد وده بلنا في مرات الأهلي والزمالك أي حد متواجد مركز هي ما فيش فرق بينه من اللعب اللي هو اللعب أبل كده الأساسي شوفنا كهرابا لما لعب ما فيش فرق بينه من آآ شريف أي حد بلعب أفشا بلعب أي حد إحسين الشحات طهر محمد طهر أي حد بلعب ما فيش غفار خالص إذا كان محمد هاني خلد عبد الفتاح لو بتكلف المساكين إذا كان بتكلم محمد عبد المنعم بتكلم متولي يسر إبراهيم رامي ربيعة أي حد بلعب وأنا أتمنى إن شاء الله يحصل بقى الروتيشن للفترة الجاية لأن فعلا اللعيبة فيه لعيبة تبدأ تحس منها بالإجهد أتمنى الروتيشن ده يظهر وإن شاء الله يعني أنا من وجهة ناظر أنا مثلا كلها ما يقلقش يدي فرصة للناس اللي هي ما لعبتش وإن شاء الله هيقدم مبركوه بإذن الله ترجمة نانسي قنقر